اكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة 48% لاتحاد البرلماني الدولي ان الاشخاص ذوي الاعاقة يحظون باهتمام ملكي متواصل ودعم حكومي مشهود يمكنهم من الاسم والمشاركة في تحقيق الهداف التنموية العالمية جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية عقدتها اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي حول الاجراءات المستدامة لتحسين الظروف المعيشية للاشخاص ذوي الاعاقة واشار وفد الشعبة البرلمانية الى ان الحكومة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء انشأت برامج ومودرات مختلفة لضمان ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع جوانب الحياة وخصوصا في المجال التعليمي والوظيفي فضلا عن توفير خدمة الرعاية الصحية والعلاجية والتأهلية الشاملة لهم وتقديم برامج الدعم المالي تقديم برامج الدعم المالي